اوضح المتحدث باسم مديرية المرور العامة العميد عمار وليد انه بعد اصدار القانون الجديد ارتفعت رسوم نقل ملكية السيارات من خمسين الف دينار الى ستين الف مبينا ان رسوم تجديد التراخيص لم تشهد اي تغير لتظل عند الفي دينار سنويا للمركبة الخاصة واربعة الاف دينار سنويا على المركبة العامة واكد العميد وليد ان المرور شكلت لجانا لحل المشاكل الناجمة عن السيارات المعروفة بالتوأمة التي تحمل سيارتين بنفس الرقم وكذلك قضايا التزوير والاخطاء الادارية